هلوه 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 ده الطبق جنم التريه يا اخي هلوه على مهلك يا ابني على مهلك فيه ايه اللي شوفك كده يقول انك بتاكل في اخر زادك ومالو يا ابا ما تسيبه ياكل ويتهنم الله العظيم انا كان لها بزاك ان سفاتح يبقى قاعد معانا في العشوة دي عشان تحلوه ومالو بكرا ان شاء الله كلنا نتعشى سوا ويبقى معانا العقاد وستة بهيجة كمان ده انتو كده بتحلام يا واردة ايه اللي هلم الشامع المغربة يا اختي وفاتحي ناوي اول موض ان شاء الله يروح لابوه وقلنا على كل حاجات الكلام ده ما يبشيش مع الحاج يا واردة لا جدا عنك احرام عليك الحاج راجل طيب ده ليش يا واردة حاج راجل يعرف ربنا ومش معقولة يسيب لحمة وطربة بعيد عنه وبعدين مهما كان ده ابني الفاتح بيه ابني روحيي ليه؟ ده ست بهيجة طرق اهرام بتاعشعني ده اول ما تعرف حتموت من فرح ولا ايه يا ابا؟ العلم عند الله يا بنتي هو قادرة بالنفوذ اللي بالمناسبة يا واردة يا اختي مش تعملي بقى مع اخوكي الصح وتسلفين هرشين يا جبلي بيهم تأمين قراضة كده ليه؟ ما تبصى مقلبني الاسبوع اللي فاتح لشو تلب تأمين ويه الدرر يا اختي؟ تذاكر خير خرين وبعدين برضو انا خمرات فتح بيه؟ يعني واجهة؟ قل لي ايه يا اخواننا؟ طب اشوف لك ارشان بس بقولك ايه؟ دول اثر ارشان اللي حلت وبعدين معاك يا ودي انتا متختش بقى وتتلام وتخلي عندك دم دول انا الظروف ما خستع معايا اليومين دول والله العظيم لو كنت خلت اي واحد فيك ويحتاج اي حاجة الحمد لله يا بنتي انت ايما بالواجب وزيادة والشهادة لله سفات حجوزك مفيس زيف كرمه واخلاقه ربنا يوفقه ويبعد عنه ولاد الحرام اللي هو ابوبي الشعب يا ورده ما فتحي مش لقى؟ يبقى جوزك ده لو موارز عبيد بقى انا لو ابويا ما كان الحج ما خدش كل اللي انا عايزه ومش كل اللي اصطفاصة زيك بره دي مش طفاصة يا هريدي ده حق بعدين بصراحة يعني انا لو ابويا الحج ابراهيم العقاد وما تمتعش بكل حاجة في الدنيا يا ابو رجل عبيد طب اتنايل كل وانت ساكت انا مش عارف اللي وده طالع تنعلي مين ايه انا عفو ربنا يا خليل تجدني يا حبي يا حبي